اليوم ألاف يتظاهرون في الأسكندرية والسويس للتنديد مواجهات التحرير والمطالبة بتسليم السلطة ووقف المحاكمات العسكرية الأسكندرية تشاهدت برضو إمبارح أحداث ساخنة جدا جدا الحقيقة وهذه المطالب يعني برضو كان يجب على المجلس العسكري أنه يستقيب لها احنا بقالنا كتير قوي بنلح ونطالب يا جماعة عايزين جدول زمني لتسليم السلطة عايزين وقف المحاكمات العسكرية ما كانتش محتاجة الناس تنزل للشوارع بهذه الكسافة وما كانتش الأمر محتاجة أنه تأسيل دماغ شهداء جدد وتعلق دماغهم في رقبة المجلس العسكري علشان ياخدوا قرار يا تارا هياخدوا كمان يقال نبارح أن هما حاولوا أن هما يقتحموا مدارية أمن اسكندرية وبرضو هنا في مدار التحرير قالوا أنه في محاولة الاقتحام الدخلية واللي احنا شفناه مبارح أنه زي ما يكون زي ما يكون أنه كان فيه كمين رغم أنه كان فيه اتصالات مباشرة مع صوار ومع رئيس الرئيس السيد اسمه إيه؟ وزير الدخلية لا مش وزير الدخلية وقاد المنطقة المركزية كان موجود مساعد من القادة المنطقة المركزية كان موجود رئيس مدرية أمن ومدير أمن القاهرة محصن حاجة زي كده فكان واضح من الكلام اللي هما أنه بعض من الصوار أو بعض من اتلافات الشباب قالوا احنا هنروح نتكلم معاكم لما قربوا من الدخلية بدأ يلموا عليهم قنابل المسيلة للدموع وبدأوا يضربوا عليهم خرطوش ده كمين ولا إيه؟ وهل ده حصل ولا لا؟ لأنه فيه أخبار كمان كان بتطلع مش رحية عن طريق عن نسانهم هو الحقيقة برضو أنه الأمور دلوقتي عشان كده أنا بقول أنه يعني هو ما نشهده هو نوع شكل من أشكال الفتنة لأنه الأوضاع بلغة الغموض وصمت الأجهزة المعنية يزود الأمر غموض اللي حصل في مدان التحرير مبارح هو في تحرشات مستمرة بين الطرفين الحقيقة برضو علشان المتظاهرين الأغلبية تؤيد الاعتصام في الميدان والالتزام لأن كان فيه تصريحات من الشرطة بتقول حاجات والحقيقة أنا شفت وقع برضو كان فيها حد بيدعي بقول لهم شايفين فيه قناصة تقريبا كان فيه حد بينشر غسيل فقال لهم ده فيه قناصة في آخر الشارع محمد قدم حمود بس برضو في نفس المشهد ينشر غسيل في الوقت ده في نفس المشهد الناس اللي موجودين قالوا لا اسكت ملكش دعوة انت ما فيش حاجة الناس المتظاهرين ما توطرش الناس وما تصيرش الناس وما تستفزش الناس دول اللي وقفين من مبارح بالليل وما بيعملوش حاجة يعني عارفة فيه مساحة طبعا للشائعات المتبادلة والاستفزادات المتبادلة طبعا في حالة استنفار من الطرفين يعني هي أطوبة بتترمي على الشرطة يردوا عليها بسيل من قنابل الغاز فتضهوروا الأمور والعكس صحيح لوناك أطلق لرصاص الحي مصبوط رصاص الحي طبعا بقى انت كان فيه دمائي يعني مبارح لا تعد ولا تحفظ داين لنا للعنوان السادس في الأهرام صحيح الأهرام تلاتين شخصا أطلقوا النور من فوق الجامعة الأمريكية تلاتين شخصا بقى الحياة للدكتور جميل علام صاحب هذي أنا شخص من الصور معهم طوبة صاحب هذي في الواية قال ان هم لا من الصور ولا من الحكومة وانهم كانوا يضربوا نارة على الأمن المركزي ويضربوا نارة على المتظاهرين مين دول؟ بالضبط طبعا دي بقى الأيدي الخفية اللي السيد اللواء محسن الفنجاري دايما بيتكلم عنها برضو لسه فيه تصريحات تصريحات لأمخاخ الناس اللي ها مشكلة حياة تلك الأيدي الخفية اللي برضو تظل مسئولية الداخلية والمجلس العسكري أنا من حقها تظاهر وتأميني مسئولية الداخلية يعني إذا صدقت هذه الرواية فهي تدين الداخلية ما تضرقهاش لأنه ما ينفعش دولة فيها جهاز أمني عريق زي الداخلية ولها تراص في تاريخ طويل في المطاردات والمراقبات وجمع المعلومات بالضبط وفي المجلس العسكري تحتئيده مخابرات عامة ومخابرات حربية وشرطة عسكرية وتحريات وكل ده وفي الآخر يبقى عندنا مجهولين بيطلقوا النار في التحرير مجهولين أطلقوا النار في مسبيره لهم المتظاهرين ولهم الشرطة العسكرية وتفضل الآيدي الخفية دي خفية وبتاعها بس بفكرة الحوار بتاع أن هما بيستدرجوا بعض إطلافات الشباب إطلافات الثورة بيستدرجوهم الداخلية ورموا عليهم في الآخر كانوا بيقول أو كان ردهم أنه كان فيه شرطي أو أمين شرطة اتصاب ففي نفس الوقت فاضطروا أن هما يضربوا طبعا أنتم عارفيني الناس رحوا فأيان طبعا فيه أحداث وفيه حوارات بتحصل ما تحسش نعمل متصدقة أنا تقديري أنه الداخلية فيها عناصر تتأمر على البلد عناصر تحمل مشاعر سائرية تجاه الشعب يعني هما لا يقبلوا بسهولة فكرة أنهم ينزلوا من برجهم العاجي ويبقوا مواطنين أو موظفين حكوميين يرتدوا بس بدل ميري على شام دي ووظيفتهم زي الدكتور ما بيلبس البال طلاب يضي لو افترضنا أنه فيه ثلاث جهات موجودة جوه التحرير الصغار والشرطة مين التالت؟ من أشخاص؟ ولا مفيش؟ لا يجيب عنهم ممكن يكون فيه عشان يعني ما نقدرش نجزب أنه مفيش بس يجيب عن هذا السؤال الخائبين على أمر البلد مش مش احنا مش دورنا ومش دور الصغار الحقيقة دور الداخلية ودور الشرطة جهة المجلس العسكري اللي يقول الناس دول هم مين؟ يا إما يبقى تابعهم هم يعني هما في كل أحاولة يتحملوا المسؤولية كاملة يعني الثلاثين شخصة اللي أطلقوا النارهم فوق الجامعة الأمريكية هم أسساً كان فيه اقتحام برح للجامعة الأمريكية ولكن الصغار حبوا أنه قالوا أنه كان فيه محاولة للسطوة عليها طبعاً هي الجامعة الأمريكية حاولة مين؟ الصغار برضو؟ لا المحاولة كانت طبعاً في كل في أي تجمهر أو أي مظاهرات يخش يسرق اللي فيه فهم دول اللصوص وبلطاجية الحقيقة ولكن الصغار حموها طبعاً ده لا يعيب الصغار خالص يعني دول موجودين في أي تجمع أو في أي مظاهرات دول الناس نازلين يسرقوا حرامية اللصوص يعني زي هم بسرقوا في أي وقت زي فترة للنفلات الأمن أما راحوا يسرقوا لا تؤثر خالص على تقييم الصغار يعني الشروق صفحة واحدة العسكرية يصدر قانون العجل على جسس الشهداء ودي بجد حاجة يعني توجع وهي دي الحقيقة المؤلمة أنه احتاج 30 شهيد علشان يطلع قانون في الآخر كل اللي قعد احنا من عشر شهور بيعمل ايه غير تستبدل كلمة افساد الحياة السياسية بكلمة الغدر أينما ذكرت ده كل التعديل اللي يتعامل في قانون الغدر علشان يطلع وعلشان ننتظر أربع شهور وعلشان يطلع قبل الانتخابات بأربعة أيام ونقدرش نستفيد به لو شغلنا كل محاكم العالم بكمل طاقتها من هنا لحد الانتخابات علشان يحسموا مصير مرشحين نراهم أنهم أفسادوا الحياة السياسية مش هيقدروا فطلع القانون الحقيقي قانون بلا جدوى وطلع المتأخر فما بقاش له أهمية بزيادة لأنه في ناس في الشارع مطالبها أعلى بكتير من مجرد قانون العزل المصر اليوم سوف أقول المعتصمون يكتبون أرقام تريفونية على أزرعهم للتسهيل التعارف عليهم طبعا ده ملمح من الملمح الإنسانية المهمة برضو لأن الحقيقة أن الناس في مدان التحرير جايين من كل حد بنوصاب كما يقال فبالتالي ما فيش ما يربطهمش غير حب مصر فما فيش تنظيم يعني الناس ممكن فعلا حد يسقط ضحية وما الناس مش هتبقى عارفة مين هويته فدي مسألة مهمة في السياق ده يعني وفكرة زكية الحقيقة يعني لو رجعتلك على قانون العازل ده لما رد المجلس العسكري وقال إحنا خلاص إحنا هنفعل قانون العازل ده ما دي أساسا قديمة قوي مش كده بزرع قديمة ومتأخرة جدا يعني الناس ما احنا بنقول إنه الناس يا جماعة الناس فيه فرق بين إنه أما بطلب الطلب لأول مرة وتستجيب له بيبقى مريح جدا وبقى سعيد جدا لما تطلب أما بطلب الطلب وأنا وقف منتظره بقى لي شهر فبيحس بيفقد قيمته لما بطلب الطلب بعد ما اتخانئنا وعورنا بعض ما بقاش له أي معنى فالقانون ده اوه نحن بنتخانئ عشان حاجة تانية هو عايز يلينا بل هو تبخلصت على قانون العازل يعني هو ربنا يعني هو رحقيقة القانون صدر وأنا أتصور نولان يكون له أي تأثير لا حتى على ناس في الشارع ولا في الانتخابات القادمة أشكرا جدا أستاذ أشرف على وجودك معنا النهاردة وربنا يصر النهاردة ويا ربي عادي على خير شكرا جدا مشاهدينك معنا الأستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق خلصت فقرة الصحافة وحنروح لفقرة تانية ان شاء الله بس بعد الفاصل خليكم معنا